سلام المسيح مشاهدي قناة الحياة برحب بيكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة قداسة الله وبره وصلاحه إعلان الخريقة كلها وإحنا النهاردة بنعلن مع بعض قداسة الله بنقول يا رب كما تسبحك الملائكة النهاردة إحنا كمان كأبنائك وبناتك بنقول قدوس 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 مجده ملء كل الأرض بنسبحك كما تسبحك الخليقة نسبحك معا إذ ليس قدوس نظير الرب ولا يوجد من يماثلك يا سيد وليس صخرة كإلهنا يا رب إحنا بنسألك النهاردة أنه تغفر لنا تعدياتنا وكبرياتنا على قداستك وبنشكرك من أجل كرمك وحكمتك معنا وبنلجأ لقداستك ومحبتك النهاردة أنك تعلم قلوبنا اتضاع وتنبه أروحنا لما يليق بالحياة كأبناء الله وبنات الله الأطقياء وصالني من أجل كنيسة العابرين النهاردة أنك تعطينا كأبنائك وبناتك نعمة أمامك في اسم يسوع المسيح وأن ترسل حماية خاصة ضد أرواح الشر اللي تريد أن تعطل عملك في وسطنا رب إحنا النهاردة بنرفع عيوننا عليك أنت وحدك يا قدوس وليس سواك قدسنا وقدس عملك فينا أمين حبائي النهاردة حلقة اليوم حتكون بعنوان المسيحية والنمو مع الله خليني قبل ما نتكلم عن حلقة النهاردة وندخل في تفاصيلها حبا أني أشارك معاكم خبر إحنا منتظرين وهو خبر صار للجميع حنحتفل معاكم يوم واحد سبتمبر بعيد قناة الحياة عايزاكم تشوفوا الفيديو ده العيد العشرين لقناة الحياة نأسفل عايزاكم تشوفوا الفيديو ده وتشوفوا تفاصيل اليوم الرائع اللي إحنا هنحتفل فيه معاكم بعيد القناة تفضلوا تفضلوا سيرتهم في قناة الحياة وسيتم كذلك بث اختبارات لمسلمين آمنوا بالمسيح من خلفيات سنية وشيعية واختبارات ليهود آمنوا بالمسيح المنتظر مع عرض ترانيم التسبيح والشكر بلغات مختلفة كما سيسعدنا استقبال مشاركاتكم ورسائلكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتظرونا إذن يوم الجمعة الأول من سبتمبر بدءا من الخامسة مساء بتوقيت القاهرة أمين ما تنسوش تحطوا التاريخ اليوم ده 1 سبتمبر 24 ساعة من الاختبارات الرائعة وكمان لقاءات على الهوى تقدروا انتو كمان تشاركوا فيها ما تنسوش تبعا تقولنا ايه أثر قناة الحياة على حياتك انت الشخصية كمان ده يسعدنا جدا ويسعد جميع المشاهدين ان احنا نشارك ده معاهم أيضا خلينا بقى نرجع لحلقة النهاردة حلقة النهاردة بعنوان المسيحية والنمو مع الله الأسبوع الماضي كتب لي أحد العابرين بيطلب مني اني أتكلم عن مواجهة المصاعب في الحياة المسيحية وانه العابرين هو شايف ان العابرين يجب انهم يكونوا مستعدين للحياة المسيحية بأفرحها ومتعبها لانه بيقول انه كتير من العابرين بيتوقعوا انه يعني اما يدخل المسيحية او انه لما يدي قلبه للرب عشان احنا ما عندناش دخول وخروج يعني انه ده يعني الحياة حتبقى كلها وردي زي ما هو قال يعني لكن ما بيكونوش مستعدين للمتاعب والحروب اذا كانت من الداخل ومن الخارج اللي بنمر بيها والحقيقة ده مش خاص بالعابرين بس لكن ده اي حد بيقبل المسيح في قلبه الشيطان بيحربه والامور بتصعب علينا لكن في نفس الوقت الله حضوره بيكون معانا واضح جدا العابر ده وهو بيكتب لي بيقول يعني شارك بعض الحاجات في حياته يعني انا فهمت انه هو نفسه شهادة للألام اللي هو مر بيها هو شخصيا وانه نشكر ربنا النهاردة ربنا اقامه وبيخدم الرب بقوة ومتثقل جدا بالخدمة هو واخواته العابرين والعابرات ده مثل رائع جدا وانه مش بس هو كعابر بيشتغل على نفسه لا هو بيشتغل على نفسه وعايش مع الرب وبيخدم اخواته وبيفكر في اللي شايفهم متقلمين حواليه واللي مش هواصلهم الكلمة وده دورنا بمنتهى البساطة اللي انك مش بتعمله لوحدك انت بتعمله اما انك عايز تعمله لوحدك فبتعمل عمل لا يخص المسيحي ولا يخص الله واما انك تكون بتعمله في قيادة الله وبمعونة الله النهاردة هنتكلم شوية عن الفرق بين اللي عايش بينمو مع الله يوميا بطريقة ربنا واللي عايش لسه بالانسان الفكر الجسدي اللي فينا كلنا ولي عايش لنفسه فعلا فانا قررت النهاردة اني اتكلم عن الطريق في الحياة المسيحية الحياة كلها مشوار اما انك بتمشي الحياة دي بتمشي الطريق ده يا اما بتمشي فيه مع الله وفي حمايته وفي سلامه وفي فرحه او بتمشي في طريق معاكس اوكي لما بنمشي مع الله في حماية الله وسلامه وفرحه ايضا فيه مشقات واتهدات وصعوبات في الحياة محدش قال ان الحياة هتكون وردية وخاصة للعابرين حلقة دي خاصة للعابرين وهي ايضا تذكرة للمسيحيين انت كمسيحي ليك مسئولية انك تعيش حياة شهدة عن الرب طول اليوم طول الوقت في حياتك الشخصية في قلبك ده مش هيحصل الى لو اديت له قلبك بالكامل فانت كمان مسئول انك تعمل كده يمكن العابرين اللي من خلفية اسلامية بيشعروا بتسقل واضح لانه عندهم اهلهم من خلفيات اسلامية مازالوا في قبضة الشيطان فبتبقى قلوبنا مشتعلة لكن الامر لا يخص اهلنا بس على فكرة الامر يخص مسئولية الكلمة وكيفية الحياة مع الله خلينا نفصصها ونفصلها شوية ونتكلم فيها بيعني يمكن بتفصيل اكتر دي مش اول مرة اطرح معكم الموضوع ده او المواضيع اللي من النوع ده لكن النهاردة هنبص للامر من جهة اخرى ونشارك جزء من كتاب المسيحية المجردة لسي اس لويس هنشوف الصورة بتاعته وانا ابتديت المرة اللي فاتت اديكم لمحات من الكتاب ده النهاردة هنركز على فكرة هل المسيحية دين صعب ولا دين سهل او طريق صعب او طريق سهل نمشي فيه طبعا احنا واحنا بنتكلم على فكرة الحياة مع الله بالفكر المسيحي مش هننسى ان احنا نقارن ده بالفكر الاسلامي والتعليم الاسلامي لان دي الارضية اللي احنا بتكون في خلفيتنا يعني حدي الصورة المقابلة او بس لمحة توري الفكر الاسلامي في موضوع القرارات الشخصية والحياة الشخصية بيبقى شكله ازاي فيه جزء من الكتاب اللي هو مير كريستيان دي لويس بيشرح فيه ان المسيحي يجب انه يعيش حياة من التغيير الدائم ليصبح شبه المسيح ارجوكم تفهموا العبارة دي جيدا دي عبارة هامة جدا في حياة المؤمن والمؤمنة انتي كمؤمنة النهاردة الله عايزك عنده الاشياء اللي يديها لك علشان تغيرك يوميا تغيير دائم نمو دائم عشان تصبحي شبه المسيح دي النهاية انك تبقي شبه المسيح في كل حاجة من هنا الآن في حياتك مش بعدين مش لما نكون معا لكن احنا الله بيقول لنا كونوا قدسين كما انا قدوس الآن ناو واحنا هنا وبيكلمنا عن اننا ابناء الله في المسيح وانه يجب ان نتحول الى ترك الصورة عينها صورة المسيح وبعدين لويس اخد ادنا كده صورة زهنية في الكتاب المقدس عن يعني ايه نبقى شبه المسيح ويعني ايه نلبس المسيح فيه الايات في الكتاب المقدس وتتكلم عن انه احنا بنرتدي المسيح في حياتنا يعني كل حاجة فيك مش كأنك لابس توب لا كأنك اصبحت جزء منه فهو اللي ينظر ليك ليه يرى المسيح ان لم تكن تمثله وتشبهه في كل شيء لويس بيقول فاكرين قصة الجميلة والوحش سليبينج بيوتي الوحش كان امير حلو بقى شكله وحش لكن في صورة اخرى مقابلة في قصة تانية عن شخص قبيح لبس قناع جميل ومن طول لبس القناع الجميل اللي هو لابسه ده هو شخصيا تشكل على شكل هذا القناع فبقت تصرفاته كده وبقت افكاره كده جميلة لانه بيتصرف على اساس القناع اللي هو لابسه ده مش قناع طبعا يعني مع المسع لعشان ما ناخدش كلمة قنقلبس قناع المسيح لأ انت لازم تعيش حياة حقيقية فتبقى شبه المسيح في افكاره وتصرفاته وشخصه اللي بنتكلم فيه في الكتاب المقدس لكن مسألة القناع الجميل على الشخص القبيح ده بيمثل سورة المسيح الجميلة وانساننا الاردي اللي واقعيا هو قبيح لانه الانسان اللي جوايا طبيعتي هتقضني لاني دايما اردي نفسي مش اردي الله وده حيكون دائما في قبح ودائما حتكون اختياراته غلط لكن هل يمكن انه الله يغير اختياراتي كلها الى شبه اختياراته الى اختيارات مقدسة اه لو انا اديت كل ما فيه بيراتي لو انا بنفسي لبست القناع الجميل ده عشان اكون اتحول الى تلك الصورة عينها هو هي دي طريقة اللي الله بيغيرنا بيها المسيح بيغير طبيعتنا الفاسده الانسان الطبيعي بيتقال عليه الانسان الطبيعي الى انسان الله افتكروا الكلمة دي قولوا رب انا مش عايز الانسان الطبيعي اليمين للغلط اليمين للكرهية اليمين للغيرة اليمين للغضب الى كل ده رب انا عايز الانسان اللي هو انسان الله ودي حاجة اللي هو شبه المسيح النهاردة حابة ان انا احكي لكم اختبارات شخصية وقصص شخصية لبعض الناس في حياتي او ناس نعرفهم او ناس في الكتاب المقدس امبرح وانا بحضر للحلقة دي خرجت علشان جيب حاجة من المحل اكي فروحت دفعت وطلعت برا المحل وجبت حاجة تانية ورجعت اخبط المحل المقفول فاتنرفست انا بشارككم بنتها الامانة اكي فاتنرفست فاتضيقت فازاي يعني انا قريدي اشتريت الحاجة وانت قفلت الباب وواقف جوه ومش بتفتح لي الباب الانسان الطبيعي بتاعي بقى ايه حقي الناس دي غلطانين انا دفعت خلاص لازم ادخل اخد حاجتي اتأخروا شوية على ما فتحوا الباب الانسان الطبيعي اللي جوايا يغضب لان انا على حق انا على حق لكن انسان الله اللي لوانا اتحولتله بقى اللي في لحظة الحقيقة ربنا على طول روح الله اللي فيها بكتني قال لي انت شايفة اللي جواه بيحصل ايه اسبوري حتى لو خسرتي الفلوس اللي انت دفعتيها وبدل ما تكوني صورة مزعجة خليكي صورتي خليكي افضل فهديد ده عمل الله في حياتنا الى جانب ده ربنا يقولك ايه طب انت تنرفستي ليه خايفة على ارشين دفعتيهم خايفة على حقك اذا ذاتك لسه حية اذا فكرك لسه مرتبط بنفسك انت مش شايفة الناس اللي حواليك اللي حصل انه بمنتهى البساطة عشان ربنا يعلمني الشخص اللي كان في المحل شخص جديد قاله له اقفل في الساعة دي اقفل في الساعة دي وهو شاب صغير مش فاهم حاجة فانا كان لازم اكون رفيقة بي اساعده هو مش شايف ان انا واقفة بره ومش شايف ان هو يعني مش واخد باله ان هو مش شايف لكن انا مدتلوش الفرصة دي لو لما يكون روح الله اللي فينا المسيح يغير طبيعتنا الى طبيعة تحس باللي قدامك تفهم انه هناك طرق مختلفة تقدم بيها اللي انت بتفكر فيه لكن ما تهنش شخص الله وما تجرحش فرصتك في انك تكون بركة للي حواليك الله بيقول لنا انتم انا عايز اقف عند الحتة دي انه لما بنقبل المسيح احنا قليقة جديدة والاشياء العتيقة قد مضت ساعات احنا المؤمنين الجداد او العابرين نقول احنا خليقة جديدة ونفتكر انه الخليقة الجديدة دي يعني ممكن تتكسر وتتصلح وتتكسر وتتصلح كل شوية بقى خليقة جديدة لا انت خليقة جديدة ممتدة ده معناه ايه انك لو عملت غلط بالتوب في ساعتها انك لو قفلت الباب على الروح القدس ربنا بيبكتك بيبكت قلبك فلازم تستجيب انك تكون مستعد دائما للاجابة عن سبب الرجاء اللي فيك فلازم تكون صورة للمسيح الخليقة الجديدة تبقى مستعدة ان الله يغير فيها كل يوم لما ييجي الرئيس بتاعي يقول لي لا انت عملتي ده غلط وانا شايف ان انا عملته صح مش هعيش بقى مظلومية اقول لي رب انت عايز تعلمني ايه انت عايز تغيرني ازاي وريني اللي هو شايفه وانا مش شايفاه لكن لما توقف نفسي في النص مش هتعلم مش هتغير مش هدي مجال لروح الله يعمل فيا ومن خلالي اختيارنا ان احنا نكون طيعين كخليقة جديدة تحت ايد الله ده اختيار دائم ومتجدد دائم ومتجدد الله لا يجبر الانسان على اتباعه لكن انت تختار المعطى ليك من الله والمقدم ليك من الله انه يكون جزء مغير في حياتك فتتغير كل يوم لتلك الصورة عينها فتبقى شبه المسيح او تختار انك تقول لا انا هخبي دي انا هشيل دي انا مش عايز دي تتغير انا محتاج دي دلوقتي بنعمل كده فكر وفكري في نفسك ايه الحاجة اللي انت شايلها على جنب لسه بتقولي لا انا لسه محتاجة دي نفسي ذاتي شكلي فكري مركزي كل ده اختيارك واختيارك داخل في كل شيء يعني اما تختار تمشي في الطريق والطريق مع الله يصبح طريق مثمر او انك تعرقل طريقك وتقف وما تتغيرش فممكن يحصل انكسار انت مش وحدك هناك معونة روح الله في الاسلام احنا اتعلمنا مقياس الصح والغلط ومقياس الصح والغلط في الاسلام مقدر عليك انت عملت صح عملت غلط هو ربنا عمل كده عشان تعمل الصح او عمل كده عشان تعمل الغلط هل الاخطاء والخطايا مقدرة على المسلمين ايوه خلينا نشوف الفيديو اللي جاي ده ونشوف الفرق بين اله بيقولك انا اعينك انا اطهرك ونقيك كل الوقت انت اختار انك تتبعني انت اختار انك تبعد عن الغلط واله يقولك انا حطيت الغلط فوق دماغك انت هتعمله وانت هتتوب عليه وانت هتدفع تعمله برضه خلينا نشوف ولهذا لقال ارتقائل هل المعاصي واقعة في قدر الله ما جوابك هل المعاصي واقعة في قدر الله نعم نقول الله تعالى ولا شاء الله ما اشرف في واقعة لا شك في قدر الله هل يقل او شر نقول هي شر لكن الشر المعاصي نفسها اما تقدير الله لها فهو خير لان الله تعالى لولا انه مقدر المعاصي ما علم المؤمن من المجرد ولا كان جهاد ولا امر المعروف انها المنكر ولا غير ذلك مما يترهتب من الخير على متسام الناس الى طائع طائع وعاص الشيطان فقط هو من يبني الخير على الشر الشيطان بس اللي يختار انه يبني الخير على الشر فيخلي المؤمن يغلط علشان لو من غير المعاصي مش هيكون فيه جهاد ومش هيكون فيه مش عارف ايه ومش هيكون فيه مش عارف ايه طبعا يعني خلي بالك انه الجهاد دخل فيها يعني لازم اول حاجة الشيطان فقط هو من يبني الخير على الشر انه يقول انه من الشر ده هطلع خير انه هخليك تخطئ وتتحمل مسؤولية خطأك في قصة المفروض انها حديث يعني محمد قاله انه حديث بين موسى وآدم فموسى رح لآدم وقال له انت يعني ليه ليه عملت كده ليه خرجت اكلت من الشجرة ولا وتأبر يعني ليه اخطأت فخرقتنا من الجنة يعني الله يجزيك عايز يقوله كده فرح ادم قاله انت التوراة بتاعتك كتبها الله امتى مش عارف قال اربعين سنة قبل ما ما انت تتولد فقاله طب انت عايز تلومني على حاجة على امر كتبوا الله علي قبل ان يخلقني باربعين سنة فمحمد بقى قال ايه فحاجة ادم موسى فغلبوا فحاجة ادم موسى فغلبوا يعني يعني مو ادم كسب هنا بقى علشان ايه هو انا يعني البشرية كلها بتدفع تمن ان الله حاشة لرب الكون انه يكون عمل كده البشرية كلها بتدفع تمن ان الله خلى ادم يخطئ وهو اللي كتب بقى كل حاجة دي شريعة الاسلام والقضاء والقدر فيها عملنا فيه حلقات كتيرة وتقدروا ترجعوا تشوفوها لكن انت وانتي كمسلم ومسلمة النهاردة بتسمعوني عارفين انك تقول قدر الله وما شاء فعل انت عارف انه في حياتك اللي بيغلط مكتوب عليه يقولك مش عارفة حتى اخطاء الانسان الجنسية مكتوبة يعني بتفاصيل التفاصيل لكن انا بقولكم ان ده كلام غلط ولا يمكن يليق بشخص الله من المهم جدا انك تعرف انت وانت كعابرين معارفة حقيقية بشخص الله الكتاب المقدس بيوريك قداسة الله عدل الله رحمة الله ايضا غضب الله في احيان كثيرة ايضا وعود الله في شخصية ثبتة في الكتاب المقدس مركزها القداسة ومركزها الله محبة لا يمكن انه يقدر على البشر هذا وكمان القصة مختلفة لان الله خلق البشر عشان يكونه ولاده احنا طبيعتنا البشرية اخطأت بس احنا اخطأنا ليه لان الله دانا الاختيار لان الله كان لا يمكن يجبرنا ان احنا نعيش حاجة في علاقة معاه من غير ما نختارها وإلا يبقى اجبار وإلا يبقى ما يبقاش عدل لو كان اجبارنا ان احنا نطيعوه ما يبقاش عدل لكن المحبة اللي تشدك اللي تشدك لإله الكون اللي تجعلك من كل قلبك تروح له وتقول له رب انا عايز اعطي ليك حياتي وعايز اعيش معاك حتى لو دفعت التماني دي حاجة تانية ده اختيارك انت دي محبة حقيقة ايه اكي زي ما المسيح نفسه جه للأرض علشان يعطيك انت حياة ابدية وفرصة في الحياة الابدية تقبله وتعيش معاك وان لم تقبله فده اختيارك بردو مش هو اللي رفضك ده اختيارك بردو هل المسيحية حياة صعبة ولا سهلة زي ما قلت ان الحياة مع المسيح اختيار واختيار له تابعات حقيقية بتعطيك الفرصة كل يوم انك تختار ان تعيش بالزهن وقلب صاحي وواعي في كل اختياراتك اللي بتظهر وجود الله في حياتك او العكس لويس بيقول حاجة انه ارتداءنا المسيح بيجعلنا ايه اهم حاجة ابناء كون انا ابناء الله فدي مش بقى ايه واحدة من الحاجات اللي نقدر نقول عليها دي واحدة من الحاجات الكويسة في المسيحية ان انا بقينا ابناء الله لا دي اهم حاجة دي الاساس دي المسيحية تخيلوا بقى انا لما فكرت فيها لقيت انه في كل اه حاجة تكلم فيها المسيح في كل اه اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر كل دا بيتكلم عن علاقاتنا القريبة جدا من المسيح اهتمامه الشخصي جدا بينا كابناء فكونك ابن وبنت الله دي مش حاجة من ضمن الحاجات او الفوائد في المسيحية لا دا هي الاساس كونك ابن الله دي المسيحية نفسها دي المسيحية في صممها الحياة المسيحية مش ممارسة فقط يعني الحياة المسيحية مش اداء انت بتقوم بيه والاخلاق المسيحية وطريقة الحياة المسيحية كابناء الله مش حاجة يعني مختار فيها علية القوم المسيحين مثلا او الاسس بس او العلماء والمفسرين او اللاهوتيين مثلا لا دي دي حاجة برضو قيلها سي اس لويس بيقول انه دي مش للمميزين من المسيحين بل هي المسيحية كلها بمعناها الحقيقي انك تعيش كابن لله ودي المعنى الاعمق انك تكون ابن لله بمعنى حقيقي داخليا وخارجيا فتتشكل حسب شخصه وقلبه وده بيختلف تماما عن انك تلتزم بمبادئ اخلاقية راقية مثلا من الناس كلها عندها مبادئ اخلاقية ساعات في ناس متميزين جدا في الاخلاق مؤدبين وما يغلطوش في حد ويعني مثلا هو بيدي مثلا يعني في واحد ممكن تكون عنده شهوة جنسية لكن مش هيقوم يعمل عليها لكن جواه النفس اللي جواه بتخلي ده جزء منه لسه بيفكر فيها مش كده فالحياة المسيحية تاخدك ابعد من كده المسألة مش ان انت بتعمل صح وغلط المسألة انت بتفكر صح وغلط ازاي من ناحية المسيح هل الله يستطيع انه ينظفك حتى من الافكار او الشهوات اللي انت بتتألم فيها زي مثلا الاشخاص اللي بيقولوا انه هما مثليين لأي سبب من الاسباب اذا كان شخص اعتدي عليه او اذا كان دي ميولو الشخصية افكار مشوهة باي صورة من الصور احنا النهاردة بنرى ناس مثليين تابوا ولم يعود لهم اي ارتباط بالحياة اللي بالشكل ده ابدا ليه لان الله غير القلب من الداخل عل المقياس بقى المسيح اهم بس هنا المسيح بقى اهم من ايه المسيح بقى اهم مني انا جوايا فغيرني انا جوايا بقيت اشوفه هو الاول في كل حاجة امثلة الصح والغلط دي يعني مثلا زي خليني اقول لكم حاجة لازم نفكر احنا بيننا وبين نفسنا ايه الحاجات اللي انت ممكن تكون بتعملها بتتصرف اخلاقيا صح لكن من جواك بتبقى غطبان لان التصرفات المحمودة ممكن او الكويسة ممكن تخالف اللي جواك اجاملك لكن انا متغزى منك مثلا انا ممكن امدحك وانا غيرانة منك مثلا فالشهوة ممكن يبقى جواك انت مشتهي حد لكن ما بتبين ش ده لكن الرغبة الانسانية جواك موجودة هو ايه ده مثل يعني يمكن يفهمكو شوية انت وانت بتدفع الدرائب انت كمواطن صالح بتدفع الدرائب لكن في بالك انه بتقول يعني ترجو انه يفضلك حاجة تقدر تعيش بها عيشة كويسة دي مش حاجة وحشة لكن هنا نقدر نشوف في المثل ده انه ده نزاع بين النفس والواقع الصح والغلط لانه انت بتدفع الدرائب انت عارف انه اللي فاضل مش كفاية بس انت بتبقى عايز تشيل حتة من الدرائب علشان خاطر يفضلك كفاية ف تعيش افضل لكن ما بتعملش كده بس جواك اللي جواك هو الاهم من اللي برك مش زي الاسلام يقولك انت تفكر اه بس لما تغلط تعمل الغلط نفسه دي انت تحاسب لا المسيحين بيعلمنا ان الفكرة بداية الغلط والفكرة نفسها غلط لانك لما بتفكر اذا انت ما بتفكر في الغلط اذا انت مركز كل حاجة اذا انت نفسك محتاجة انها تطلع برا الصورة شوية النتيجة من الصراع اللي بين النفس والواقع الصح والغلط انه احيانا اما انك تردخ لرغبات نفسك وتزهق من عمل الصح مثلا طول النهار اعمل صح طول النهار اعمل صح يعني انا افتكر انه كتير من المسلمين وانا واحدة كنت منهم بردو اقولك يعني طب ما انا بعمل الصح بس بردو هتحاسب ما انا بحاول اعمل الصح بس بردو هتخل النار فما اعمل ايه بقى ما خلاص ما مش تازم اعمل الصح اصلا الانسان الطبيعي بيعمل كده اعمل الصح طول النهار واحيانا ارضخ لرغبات الشخصية ممكن تكون شخص مضحي جدا وعايش لغيرك جدا ومهتم جدا باللي حواليك انتي ام مضحية وكده لكنك بردو طول النهار تقولي يا سلام ده انا تعبت تعب انتو مش مقدرين انتو اصلكم مش عارفين امتي فتزهق اللي حواليك ليه لان انتي مش بتبصي لسعادة اللي حواليك قد ما بتبصي اللي انتي بتحطيه مع انه انتي دورك كأم انك تدي بس انا عايز اقول حاجة احنا دورنا كمسيحين ان احنا نعطي اما المعطي فبسخاء مش بس في الفلوس في وقتك وفكرك وقلبك وصلاتك وصيامك من اجل الاخرين مش بقول الكلام ده ليكو بس انا بقول الكلام ده تذكرة لي لانه الله عايز يغيرنا تغيير حقيقي داخلي عميق بقول للعابرين انتو متميزين جدا مش عشان التمن اللي بتدفعوه لأ عشان قلبك وقلبك شاف المسيح وارتبط بيه انا بصدق بأمانة انه يعني سامحوني لكل اخواتنا المسيحيين اننا عارف ان انتو بتحبوا المسيح جدا لكن احنا بنشوف الوحيد اللي بص في عناي الوحيد اللي طبطب علي الوحيد اللي حبني وانا عارف ان انا ما تحبش الوحيد اللي قال لي انا عندي القدرة اغيرك وغيرني احنا بنشوف اللي كناه واللي النهارده بقناه من غير المسيح اشرار اشرار بلا نزاع فاوعى تضيع منك انت العابر والعابرة اوعى تضيع منك حتة انك انت ابن وبنت الله مركز الحياة مع الله فعيش بما يليق شخص الله الطريق في المسيحية مختلف لوس حطها في جملتين عجبوني جدا فكتبتهم زي ما هم كده يعني بالترجمة طبعا على قد ما عرفت ترجم قريب بيقول كده الطريق في المسيحية هو اصعب واسهل في نفس الوقت لان الله بيقولك اديني كل حاجة انا مش عايز جزء منك انا مش عايز جزء من فلوسك مش عايز جزء من وقتك مش عايز جزء من فكرك مش عايز جزء من قلبك لكن انا اريدك انت كلك الله مش محتاج فلوسك ومش محتاج وقتك بس انت اللي محتاج الله انا اللي محتاج الله انا اللي محتاج هذا التغيير انا اللي محتاج هذه المعجزة الالهية اللي بتخليني اكون انسان الله انا النهاردة استطيع اني اقول انه انا بقيت انسان الله لان المسيح عمل كده لان دي ارادته اكي فالله بيقولك النهاردة ودي حاجة مش كبيرة او يعني لكنها صعبة علينا لما بنكون مركز ذاتنا اديني الكل وشوف انا هعمل ايه مثل يعني ايه هاتوا العشور وجربوني ده ده العهد القديم لكن المسيح ادى الكل علشان نبقى فيه شركاء في الكل حد فهم بقى لانا قلته ده المسيح اعطاك حياة المسيح صلبة وقبرة وقام علشان تكون لك حياة وحياة ابديا من الان الى انك تكون معه على طول لكن انت الان ابن الله وبنت الله فهو اعطى الكل علشان انت تكون شريك في الكل ما تنساش كده اكيه الانسان اللي بيحتفظ بجزء من ذاته ما بيديش الله كله بيقتل نفسه وهقولك ازاي يعني مثل حبة الحنطة حبة الحنطة اذا ما تحطتش في الارض وماتت في الارض عشان تطرح الحنطة اللي الله عايزها عشان تطرح الخير اللي الله عايزه فينا الذات الذات الله عايز انك انت مش تحتفظ بجزء من ذاتك لا انت اللي تقتل ذاتك بنفسك انت اللي تطفي نار الذات اللي دايما بتكلمك عن اعمل كذا انت ليك كذا طب انت متاخدش كذا ليه طب انت طول النهار هتقعد تفكر في ربنا طب انت طول النهار هتبدأ تخدم ناس طب انت طول النهار هتقعد ترد على تليفونات المتصلين طب وهكذا لا الله عايزك تعطي الكل وتعيش بإرشاده مش الله مش عايز يكون عندك توازن لان الله اله نظام الله عايز نظام في حياتك الله عايز العمل في حياتك يكون منظم ولكن عايزك تكون سامع لروح الله الله النهاردة يقول لك انا عايزك النهاردة تخرج وتكلم فلان الفلاني في الشارع تعرفوا كم من القصص العجيبة الرائعة اللي سمعناها في خدمتنا عن اشخاص قبلوا سمعوا صوت الله بيقولهم روحوا في الشارع الفلاني هتلاقوا شخص واقف هناك هتاخدوا منه انجيل انا اعتقد القصة دي كانت في المغرب مثلا من القصة سنعرف اجريها واحدة تانية في السودان وهكذا ينو الاشخاص اللي كانوا وقفين منتظرين هم برضو كان الله قال لهم روحوا واقفوا هناك في شخص فلان فلاني هايديك مش عارف ايه الله بيتعامل معنا كده عندما تكون انت في الله تعيش حياة عجازية الله بيقولك ما تدينيش فرع من الشجرة انت تقلع الشجرة كلها وترميها عشان انا اعملك شجرة جديدة انا قديك ثمر جديد بس مش بناء على القديم بناء على ما هو جديد اللي انا زرعته فيك عايزة اذكر العابرين والعابرات انه ما بني على باطل كل اللي تبني على باطل يبقى باطل اوكي لانه كل خلفيتنا في الافكار الاسلامية صدقوني راجع نفسك في اي وقت هتلاقيها عكس الكتاب المقدس بشجع كل واحد منكم انكم تعملوا دراسة خاصة للكتاب المقدس هعمل لكم حلقة نتكلم فيها عن كيف ندرس الكتاب المقدس بالتفصيل ويه الطرق السهلة اللي تخليك تقدر تلاقي ادوات تتكلم تدرس فيها الكتاب المقدس وعندنا على قناة الحياة دلوقتي يعني ادوات كثيرة جدا هكلمكم عنها يوم واحد سبتمبر تقدروا من خلالها تعملوا دراسات مكسفة في الكتاب المقدس كل اللي تبنى على الباطل هيبقى فيه شبه باطل وما فيش حاجة اسمها شبه يا اما لا شركة للظلمة مع النور افكار الاسلام كلها تطلع منكم تقتلع من الجذور فينمي الله شجرة مثمرة جديدة الكل بقى هنا يبقى صارة جديدة اخلع عنك الصالح والطالح من القديم اي حاجة من السم الافكار الاسلامية الشيطانية دي بديك نفسي الله بيقولك انا بديك نفسي مين اللي يسمع كده مين اللي يعيش كده وما يكونش عنده شهادة انت ابن وبنت الله اردت الله في صالحك دائما المسيح علمنا انه الطريق صعب والطريق الحياة في المسيحية صعب لما قال احمل صليبك واتبعني وانه سهل لما قال احمله نيري لان نيري هاي لانه ماشي معاك لانه مرافقك في الطريق اذا نعم الطريق في الحياة المسيحية صعب لاننا بنشيل الصليب ونمشي وراه ونمشي وراه انت مش ماشيل وحدك انت ليك دور هتعرف دورك وتتأكد منه لما تكون عارف شخص الله كويس ولما تكون بتمرن نفسك على انك تبقى فاهم شخص الله كويس والطريق سهل لانه قالك شيل نيري لاني نيري هاي انا وانت هنمشي سوا الانتقال من الحياة في الاسلام الى الحياة في المسيح بالنسبة للعابرين انا عايز اقول لكم عبارة افتكروها كويس النهار ده عمدين عبارات كتير نفتكرها فاكرين كان في اعتقد الكل عارف الاعلان ده انسف حمامك القديم اي فكرة من افكار الاسلام لو سمحت انسف حمامك القديم اي فكرة من افكار الاسلامية شك فيها لانها لا تناسب شخص الله الكل لازم يتغير ياس نعم في الم ومعاناة لكن الحقيقة ان كل تغيير جذري يؤلم الموت عن الذات مؤلم فكر كده ايه الحاجات اللي في حياتك وحياتي بتدي النقيمة ان لم يكن المسيح هو فقط يبقى فيه مشكلة انا النهار ده امتي ان انا مسيحية وخادمة على قناة الحياة لا انا امتي يسوع انا مليش قيمة اصلا ان لم يكن المسيح ايه الحاجات اللي بتفكر فيها وتقول انا بنت مين انا عيلتي مين انا كنت ايه انا كان عندي ايه كل ده لازم يتبدل باننا ابناء الله وروح الله ساكن فينا احد احد الاسس سأل الكنيسة بتاعته يعني الحضرين بيقول لهم تفتكروا الله عايز منكم ايه ايه دوركم في الحياة فكلهم ردوا اجانب يعني فمعظم الناس ردت اننا نمجد اسم الله قال لهم غلط فان عملت كده ايه اللي غلط ما احنا لازم نمجد اسم الله لا هو صح الاسس ده كان صح لانه اجاب الاجابة اللي حقيقي لمست قلبي قال لهم لا انت دورك انك تعرف الله انت دورك انك تعرف الله معرفة حقيقية ان يكون هدفك انك تشبع من هذا الاله مين عنده فرصة يعني شيء شيء لا يصدقه عقل انه هذا الاله متاح لنا انه هو معونتنا الحقيقية انه هو ابونا انه هو قريب مننا انه هو بيقول لا انا عايزك كلك يا ابني تعال 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 ان هذا الاله الساكن فيك ان هذا الاله لا يهملك ولا يتركك ان هذا الاله يعينك يفهمك يقومك يغيرك يساندك تتوب فينسالك خطيات يغفرلك كل ده كل ده هذا الاله هو الساكن فينا هل لما بتفكر ايه المهمة عندك اسأل نفسك انت ابني مين فحيكون ايه مراثك الحقيقي العالم بيعلمنا انه دائما لازم يبقى فاضل جزء مننا نعيش لنفسنا فمسلا تلاقي الناس في العالم يقول ايه احنا انا عايز اتحرر من القيود انا عايز اعيش حياتي انا عايز اعيش بحريتي انا عايز اعيش شخصيتي بطريقتي لكن ده مش موجود في المسيحية انت انسان الله المتميز لانه هو خلقك متميز لكنك حياتك في المسيح تجعلك جزء من جسد المسيح وده برضه جزء من تمييزك لكن انا عايز اعيش حياتي الوحدي دي تخليك يبقى في جزء ليك وجزء لله اوعى الشيطان ياخدنا في الافكار الارضية دي لانها تشتتك عن فكرة الله طبعا فيه ناس هتقول بقى يعني مدرويشين ومش مدرويشين مهمكش اسمع من الله هتعيش انسان مبارك محبوب متفاعل معطي كلما فتحت قلبك لله اكتر كلما اصبحت انسان الله المبارك التقي الفعال اكتر لويس بيقول انه كونك تعيش بشخصيتك او تقول لنفسي او كده دي حاجة صعبة جدا لانه مستحيل انك تسلم حياتك بالكامل وحياتك لالله وكل امالك وكل ده ولسه فيه جزء بر مستحيل ما ينفعش يعني المعدة ما تشتغلش لكن الاسهل اننا ندي الكل لله ونقول علمني الامر بيحتاج تمرين الامر بيحتاج ثقة في الله الامر بيحتاج فهم كتابي الامر بيحتاج انك تكون في مجموعة حية من المؤمنين والمرشدين الروحيين محتاجين اننا نعمل كده حتة انا عايز اكون نفسي دي انا نية يعني واضحة لكن احنا بنشوفها من منظور العالم اللي بيسهل لنا يعني الامور دي بصورة تانية ليه ما تكونش نفسك يعني عندك تبقى مشهور وعندك فلوس ولا تبقى خادم مشهور ولا خادمة مشهورة يعني حتى ممكن تبقى كده بس افرد ان ربنا مش عايز ده ليك افرد ان ربنا عنده دور اهم ليك ولو انه اصغر ما يكونش شكلنا صلاح ومن الداخل طلب مال النفس لانه ساعات الحاجات دي لما بتستخبى بتيجي بقى بعد كده وتظهر في الاماكن الغلط وتدمر حياتك مع الله وتدمر الناس اللي انت خدمتو مش كده مش ممكن ينبط شيء صالح داخل فيه الله وكذا ادى مثل انه في حياة الازواج ينو لازم يكونوا مركزين على انه هم اهم اتنين لبعض ولازم يعملوا على بناء هذه الحياة وبناء هذه العلاقة ويبقوا مخلصين جدا لبعض فدي مهمتهم الاما الاولى ان هم يبنوا الاسرة دي بشكل متزن وحسب قانون الله وكذا دي مسئولية لكن لو حصل انه الاتنين واحد منهم طلع برا خرج برا الخط العلاقة بوز ما تنفعش ما بقتش زجان خلاص يجب ان احنا نعرف مسئوليتنا الاولى مسئولية الكنيسة مثلا مسئولية الكنيسة ان تشير الى المسيح مش حاجة تانية وتظلي تشير الى المسيح مش تعلم الناس حاجات تانية ولا يعني تدافع عن عقائد معينة أو حاجات لهوتية معينة لا دي مش مسؤولية الكنيسة قدم هي انك تشير الى المسيح علم صح الناس هتمشي صح الهدف انك تتعلم كيف تعيش مع المسيح اي شيء اخر اضافات واضافات يعني ممكن تبقى مؤقتة لكن الهدف المسيح خلي هدفك وهدفك في الحياة المسيح اقول له رب انا الان وانا مش عارف وانا مش عارف يا رب اعيش الهدف ده ازاي علمني اني اعطيك كل قلبي كل يوم يا رب علمني اني اعطيك كل قلبي كل حياتي كل فكري كل جهدي الشخص يا رب الضعيف المكسور الخربان انت تصلح انت تغيره انت تعطيني الحياة اللي في خيالك ليه لما الرب يقول انه عارف الخطط اللي جاية في حياتك هو عارف مش عشان انت هتعملها لانه هو خطتها لا دي امال قلب الله ليك ده المتاح ده الموجود ليك لازم تختاره عشان يبقى بتاعك اللي دخلوا ارض الموعد وخافوا بعد كده العشرة اللي دخلوا ارض الموعد وخافوا اللي ما خافش اللي ما خافش خد نصيبه كالب اخد نصيبه ويفضل نصيبه للاجيال زي وعد الله اوعد ضيع وعد الله ليك الكتاب يعلمنا ان الخليقة كلها تجتمع في المسيح كل شيء يشير للمسيح ازاي ننمو ازاي ننمو مع الله في الكلمة تقضي وقت في الكلمة تقضي وقت في الصلاة تصحح افكارك تنتبه لتقويم الغير وتنتبه لغيرك لما تشوف حد من اخواتك مكسور مسئوليتك انك تقوله اسعدك ازاي لاني شايف ان ده غلط لان ده لا يليق بشخص المسيح لما تشوف اخوك بيسمع حاجة ويقولك اصلا المسيح قال لي كده وده لا يناسب الكتاب تقوله لا ده لا يناسب الكتاب بص اهو صلي واسأل ربنا في الموضوع ده مش يعني مش هتعلم الناس اب جذم يعني وتغير حياتهم لا لكن تقول الحقيقة لكن تساند تصلي تصوم من اجله ومن خلال ده انت بتانمو كل يوم انت بتتعلم كل يوم ربنا لما بيعلمك تساعد غيرك بيعلمك انت الاول عشان تساعد غيرك فتانمو كل يوم في المسيح بنصح العابرين قد ما انتوا عايزين تتكلموا في الاسلاميات وتدرسوا في الاسلاميات ما فيش مشكلة انا في كل حلقة بكلمكم في الاسلاميات وكلنا بنعمل كده ماشي لانك لازم تعرف الفرق بين الحقيقة والحق في كلمة الله والظلمة لكن اشبع من نور الله اولا حط راسك في حجر ربنا كده وقول له رب انا عايز اشبع منك ارتوي بعمق محبة المسيح ليك وسيب القديم تماما ابد عن القديم تماما ما تقوليش انا لازم اعمل كده علشان خاطر ينوم ما حدش يشوفني وما حدش دائما هناك طريقة انك تعيش حياة صحيحة من غير ما تضطر تكذب او او تكسر قانون من قوانين الله في حياتك انت الشخصية او 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 يعني تفتح للشر باب افهم ايه اللي من الله وايه اللي من العالم فرق مش كل حاجة من الشيطان لكن هو يعني طبعا كلها الحاجات اللي في العالم ده 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 العالم بتاعه لكن في حاجات مقبولة النهاردة في العالم لا تليق بالله فلازم تفهمها ولازم تبتعد عنها ولو كانت فيك تصلي وتقعد مع الاخوة وتقولهم انا عندي المشكلة دي قلتلكوا قبل كده قد ايه كانوا كان ابني واصحابه يعودوا مع بعض ويقولوا طيب احنا هنصلي النهاردة من اجل فلان الفلان انت بتعاني من الموضوع ده انا شايف انك لسه مرتبط بيه خلينا نصلي من اجلك وهم لسه شباب صغيرين كانوا بيسندوا بعض بالطريقة دي لانه دي دعوة الله ليهم على فكرة كل معظمهم تسعين في المية بينهم بقى قسوس مثلا مثلا يعني كي فالجلوس امام الله وفهم حقيقة الله وفهم كلمة الله وسماع صوته الشخصي من اهم الامور لانك لازم لا تترك مجال لعدو الخير انه في وسط المشاكل والالام والحروب هو بيحربك بس يقولك يا سلام انت وكنتش تستحقق كده يا اخي يعني شوف انت ضحيت قد ايه من اجل المسيح ده انت ضحيت كتير من اجل المسيح لو سمحته اسمع دي ودي ممكن اخر حاجة هقولها انظر للمسيح اللي انت تبعته من يستطيع ان ينظر للمسيح ويقول انه اعطى شيء يتميز بيه عندك ايه انت عشان تديه لله يكون مساوي للحياة اللي انت عيشها مع الله النهار ده لا شيء نبطل نقول انا ضحيت نبطل نقول انا بزلت والكلام ده كله الله عايزك تعيش حياة مستقيمة فيه خليني اقف وارجع افكركم بعيد ملاد قناة الحياة العشرين حيكون يوم واحد سبتمبر حنكون معاكم يوم بحال واربعة وعشرين ساعة مع باقة من كل او معظم مقدمي برامة قناة الحياة خلينا نشوف الفيديو الجميل ده مرة تانية تفضل قناة الحياة تحتفل بمرور عشرين عاما على بدايتها ترقب البث الخاص في الاول من سبتمبر الفين وثلاثة وعشرين ابتداء من الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وعلى مدار الاربعة وعشرين ساعة سيتضمن هذا اليوم بث النباشر وخاص بحضور مقدمي برامج قناة الحياة الذين سيشاركوننا تجاربهم وشهاداتهم عن اعمال الله العظيمة من خلال مسيرتهم في قناة الحياة وسيتم كذلك بث اختبارات لمسلمين آمنوا بالمسيح من خلفيات سنية وشيعية واختبارات ليهود آمنوا بالمسيح المنتظر كما سيسعدنا استقبال مشاركاتكم ورسائلكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي انتظرونا اذا يوم الجمعة الاول من سبتمبر بدءا من الخامسة مساء بتوقيت القاهرة امين شكرا لكل المتابعينا لمدة عشرين سنة مادية او تنسو واحد سبتمبر حيكون عندنا مفاجآت كتيرة نشاركها معك وعايز اقولكو اخر حاجة نموك في المسيح يوريك مستقبلك حيكون ايه ماينفعش بيضة تفضل بيضة من غير ما تتحول لطائر يطير او مثلا انت تلاقي بيضة كده طائرة وعندها جنيحة وهي طائرة كده بجنيحة تبقى بيضة نقصة او تبقى طائر نقص مش كده او ممكن تفضل انت كده زي البيضة اللي قاعدة دي ما فقستش في حضبوز اوعى تعمل كده ده مثلا يعني هو على فكرة لويس اللي قاله بس عجبني اوعى تبقى بيضة بايزة خليك نسر نسر الله يجدد شبابك كما يجدد كالنسر شبابك انا بقول انه مع المسيح كل اختياراتك انك تعيش مع المسيح هتكون بركة ليك وبركة لمن حولك الرب يبارككم جميعا واشوفكم في الحلقات القادمة امين